بعد يومين من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ما أسمها الإدارة الذاتية للجنوب جاء موقف السعودية مخيباً للأمال يومنذراً بتبعات خطيرة للخطوة المعلنة من جانب القوى المدعومة من الإمارات في عدن موقف الرياض هذا جاء في بيان صادر عن التحالف بقطبيه السعودي والإمارات وأبرز ما فيه أنه طالب بضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض وبوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية مع تأكيده الاستمرار في دعم من أسمها الشرعية اليمنية في تعميم مقصود يتحلل على ما يبدو من الالتزام تجاه السلطة الشرعية برئيسها وحكومتها ليعيد ربطها بحكومة المناصفة الموعودة التي نص عليها اتفاق الرياض تحت مسمى حكومة الكفاءة السياسية أعلنت الإدارة الذاتية للجنوب في وقت يتواجد فيه رئيس المجلس الانتقالي ونائبه في أبوظبي وكان انقلاب العاشر من أغسس أب بن العام المنصر قد دعم بالكامل من القوات الإماراتية في وقت لا يثير هذا الدور العدائي للإمارات حساسية سياسية لدى قائدة التحالف التي يبدو أنها منخريطة في تأمين المخارج السياسية والصياغ الشكلية للخطوة التصعيدية الجديدة تتوالى الصفعات التي تتلقاها السلطة الشرعية المتواجدة في الرياضة ولم يكن بوسع هذه السلطة سوى أن تعتبر إعلان الانتقال تمرداً وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة ولم تنسى أن تحمل التحالف المسئولية التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية اللافت في بيان الحكومة وأهم فقرة فيه أنه أكد قدرة الجيش الوطني على الدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة التراب الوطني وحمايته من أي مخططات تستهدف النيل منها وتمزيقه تحت عنوين وذراء عواهية لكن وعيداً كهذا دونه عقبات مصدرها الحليف الوثيق نفسه الذي ألقت الشرعية بكل بيضها في سلته ورغم تهديد الحكومة واصل الانتقالي ما أسمها خطوات تطبيق إعلانه على الأرض بإعادة فتح مبنى محافظة عدن المغلق منذ غادر عيد روس الزبيدي منصبه وعاقد اجتماعاً كان اللافت فيه أنه تم تحت صورة كبيرة للرئيس هادي مشهد يعكس طبيعة هذه الخطوة التي رغم أن هدفها النهائي واضح إلا أنها لا تزال نصف انفصال برسم مخطط يبدو أنه صمم بعناية في عواصم التحالف العربي للتعاصي مع الترتيبات المقبلة المتصلة بتقرير مصير البلاد بعد أن أمن هذا التحالف جانب السلطة الشرعية المسلوبة القرار في الرياض